عين العاهل المغربي محمد السادس عبدالإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للوزراء جاء ذلك بعد فوز الحزب بأكبر عدد من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية وصرح بن كيران في مقابلة مع الجزيرة بأنه سيسعى لتكريس الديمقراطية وأنه سيشرع بإجراء اتصالات ومشاورات مع الأحزاب الأخرى بادئا بحزب الاستقلال وكتلة الاتحاد الاشتراكي بعد تكريف جلالة الملك الآن يجب أن نباشر الاتصالات مع الأحزاب السياسية لنكون أغلبية الحكومة يعني تكون في خدمة الوطن إن شاء الله أحمد رحيم مكونة من الأحزاب التي ستقبلوا التحالف وبعناه والتي يعني نرجو أن تقضينا أفضل ما عندها نحن سوف نبشر سورياتنا الآن لابد من تكريس الديمقراطية كذا من الآن يعني يجب أن تذهب الديمقراطية في اتجاهها صعودا وأن يشهد لنا بعد كل الانتخابات ونحن مقبلون على أجندة طويلة من الانتخابات هذا أعتقد أنه سيحل يعني ثلاثين في البيئة المشاكل المغرب لأنه المواطنون الذين لم يصوتوا في هذه الانتخابات أنا متأكد أن كبير منهم سيئ دولة سويس في الانتخابات المقبلة أنا ليس علي أي ضغوط فصل بي عدد من الصفراء الأجاني وهنأوني وما بدا لأبدا من كلامهم أنه نالك دول نحن دولة إسلامية الأسرة التي حكمتنا قبل أربعة قرون والتي يمتداد للأسر منذ قامت الدولة المستقلة مع المولى إدريس رحمه الله ما تزال ولا تعرف لها مشروعية إلا أنها مشروعية يعني دينية والآن ديمقراطية الآن سنبدأ الابتصالات طبعا سنبدأ أولا مع حزب الاستقلال وهذا حزب معروف لعلاقتنا معه والكتلاء أجمع أحزاب الكتلاء لحزب السباكية وحزب السباكية وكذلك إن كان من الممكن بعض الأحزاب الأخرى يعني إما كان يسمى التحالف الثماني ترجمة نانسي قنقر